اكتظاظ يشهده مركز الأورام السرطانية في النجاف خلال الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت نسبة الوافدين إليه من خارج المحافظة أكثر من 60% إحصائية رسمية يسجلها المركز لأعداد المراجعين شهريا في مركز الأورام السرطانية بلغت قرابة الأحد عشر ألف مراجع في آخر إحصائية مسجلة لدى المركز يعتبر مركز الفرات الأوسط للأورام في النجاف الأشرف من المراكز الأساسية والرئيسية في العراق لطب الأورام وأمراض الدم حيث يستقبل نسبة 60% تقريبا من محافظات الفرات الأوسط ونسبة 40% أو أقل من محافظة النجاف الأشرف إضافة إلى ذلك نستقبل جميع محافظات العراق أعداد المرضى يستقبل المركز أخر أحصائية تقريبا بالشهر 11 ألف مريو بين علاج كيمياوي وبين علاج هرموني وفحوصات أخرى دائرة صحة النجاف سجلت أكثر من 400 إصابة بالسرطان من داخل المحافظة من مجموع ألف إصابة سجلت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ أعداد المرضى الذين سجلوا بإصابات الأمراض السرطانية لهذا العام للثلاثة العشر الأولى قراءة أكثر من ألف مريض من حصة النجاف تقريبا 450 مريض والباقون هم من خارج المحافظة والتي تحتبر نسبة 60% منهم يتلقون العلاج من خارج محافظة النجاف الأشرف نحن من محافظة باب القضاء الهاشمية لنجل هنا أكثر من سنة نجل هذا المركز حتى نتلقى العلاج به دكتورنا حيدر جابر شبلي وهنا الاستقبال جدا جميل هنا وزيان ونظافة موجودة بالمركز في محافظتنا هنا يكون نظافة واستقبال جيد ونتلقى العلاج هنا العلاج متوفر هنا موجود ويمتلك مركز الأورام في النجاف عددا من الأجهزة نادرة الوجود في العراق بوقت يطالب المواطنون أهمية توسعة عمل هكذا مراكز تخصصية من النجاف محمد الغالبي واني نيوز ترجمة نانسي قنقر